من جديد التفؤيد يهاجم الجنوب الدمشقي ويفتك بالمحاصرين هناك حالة إصابة جديد سجلت خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية من بينها رضيعة لم يتعدى عمرها الستة أشهر والتي تم نقلها على جناح السرعة إلى مشفى شهيد المحراب ببلدة يلدة بعد ظهور حالة حمى مفاجئة مترافقة مع التهاب حاد في المعدة والأمعاء أدت إلى الجفاف وفق مصادر طبية الهيئة الطبية العامة لجنوب العاصمة دمشق تحدثت عما وصفته بالأرقام المخيفة لعشرات الحالات من الحمى والذين تستقبلهم مراكز الهيئة يوميا والأعداد في ارتفاع مستمر سيما بأحياء الغطة الشرقية التي ارتفعت بها حالات الإصابة بالمرض بشكل كبير والسبب هو التلوث الذي لحق بمياه الشرب والمزروعات بالمنطقة بعدما اضطر الأهالي إلى سقاية معظم الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي بسبب صعوبة استخراج المياه الجوفية ولعدم توفر الوقود وارتفاع أسعاره وذلك بالتزامن والحصار المفروض على المنطقة منذ عدة شهور بحسب ما أفاد به مصدر باتحاد الأطباء الأحرار الوضع أصبح أكثر خطورة إذن بأحياء جنوب دمشق خاصة بمخيم اليرموك والتضامن حيث سجلت مؤخرا أكثر من 800 إصابة بالحمة التفية والتهاب الكبد الوبائي معظمها في حي الحجر الأسود مع وفاة شخصين وذلك بعد استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب بما يزيد من دون شك من انتشار أوبئة وأمراض أخرى بشكل أكثر خلال الأشهر المقبلة مدام النظام مستمرا في سياسة الجوع أو الركوع عن طريق منع المساعدات الطبية والإغاثية إلى المناطق المتضررة ضاربا تحذيرات الهيئات الطبية ومطالبات المؤسسات الحقوقية والإنسانية عرض الحائط وما يزيد من تلك المعاناة هو وجود أدوية منتهية الصلاحية والتي تناولها عدد من المرضى داخل المشافي الميدانية هناك لعدم توفر الأدوية السارية المفعول بكافة أشكالها المرضى